اشتركوا في القناة مقصف في حقيقة إلا مركب رياضي جف السياق دي الريهانات اللي رهنا عليها كمجلس بلدي وهي الريهانات الاجتماعية فعلا هاد المركب غالب عليه الطابع الاجتماعي كتر منه طابع رياضي إخوان كمتنفس لأبناء المدينة الأطفال دي المدينة انت موجموع من المرافق دي الأطفال إخوان في الحقيقة شكر كبير للسيد عامل الإقليم حقيقة وقف معنا وحد الوقفة لأن في الحقيقة هذا المركب هو مركب دي الإخوان دي الشباب والتقافة والتواصل قطع الشباب إلا أن بعد الملتمس اللي رفعناه السيد العامل جرينا وقلسنا مع الإخوان دينا دي الشباب والتقافة والتواصل وقلسنا بالضبط مع السيد المدير الجهوي وفعلا تمكننا على أساس أننا حنا كمجلس بلدي اللي غدي تكون عندنا ليد دي التسير دي هذا المركب أسمنا اليوم بإذن الله افتتاح مركب سوسيوريادي للقرب لحسي بلال التابع لإقليم جرادة هذا المركب يعد من أحسن المركبات والتي تزاد في إطار الشبكة المتواجدة داخل الأقاليم داخل المجرادة والأقاليم دي الجهة بإكماليها هذا المركب هذا كورقة تقنية كيتوفر على ثلاثة دي الملاعب لقرة القدم المصغرة مؤشوشبة وكذلك هناك ملعب من مختلف الرياضات زيادة على واحد القاعة دي القاعة عبارة على المقسف وهي بطبيعة الحال مقهى أدبية التي ستتم الممارسة داخل هذه القاعة للمطلعة وكذلك لبعض الأنشطة الرياضية الدهنية كالشطرنج كالبيكبونج هذا المركب سيبقى رهن الإشارة للسكنة للجرادة بطبيعة الحال وكذلك للجماعة التربية للجرادة على أساس يقوموا بتسير لمدة سنة جريبية إن شاء الله ويمكن هذه الجريبة يمكن نمدوها خاصة أن الجماعات التربية أقرب للساكنة فيما يخص السير اليومي ديالهم ستكون هناك خلق هذا المركب ستكون عبارة على مشتل للأطفال التي ستكون مرسل أنواع رياضية مختلفة وكذلك ستكون مقاربة النوع التي ستكون الدكور والإينات ستكون خلق المدارس الرياضية فيما يخص كرة القدم كرة السلة كرة الطائرة وكذلك ستكون فرصة للمجتمع المدني على أساس أنه جميع الجمعيات المنظوية تحترى الجامعات أو كذلك الجمعيات التي تعد من جمعيات الطربوية والتقافية والرياضية أنها تمارس وستداخل هذا المركب ترجمة نانسي قنقر